اهلا بحضراتكم من جديد طيب ما بين المزايدة الوطنية وما بين المزايدة على وطنية الاندية بالشكل اللي انتوا شفتوه اللي الحقيقة مالوش اي معنى وملوش اي سبب انه يثار وانه يقال الى قضية اخرى الزميل الاستاذ عمر خفاجي رجل دلواتي رئيس المنظومة الاعلامية في نادي الزمالك حالة الوفاق الرياضي الجميلة اللي بين الاهل والزمالك الكل اشاد بيها والكل تمنى على كل الاطراف انت انشغل بامورها وكل نادي اعلامه يناقش اموره ويدافع عن قضيه ويخطب جمهوره لغاية كده الامور واضحة جدا الراجل كان نضيف للزميل محمد الليثي في ازاعة في الراديو اف ام او يمكن راديو اون سبورت ويعني يتكلم على نادي الزمالك حقه يناقش امور نادي الزمالك الطبيعي انما يتناول بالاساء والتقليل شأن النادي الاهلي وثوابت النادي الاهلي وقيم وتقاليد ومبادئ النادي الاهلي هنا لازم ان نحط للكابتن حسين لبيب عدة خطوط هل ده مسموح هل ده مطلوب هل ده معقول يعني سؤل الأستاذ عمر خفاجي مبادئ الاهلي قال له لا لا ما فيش معادش في حاجة اسمها مبادئ الاهلي اولا هو لا يرى ان الاهلي افضل منظومة رضيه في مصر قال له لا ما هواش افضل منظومة وانما اعرفش لما نادي حقق كل هذه البطولات وكل هذه المكاسب وهذا التصنيف هي ايه افضل منظومة هو قال افضل منظومة لا ما حددش افضل منظومة لكنه خدوا بالكم حاجة ده رأيه ده رأيه لانه ممكن حد يعتد بكلامه وحد لا يعنيه اي كلام منه انما لما الامر يتطرق الى اتهام الاهلي في مبادئه وتقاليده والكلام على انه هو من المبادئ ان الاهلي يقعد يدور في عقود اللاعبة ويستغل سغرة في كل عقد اللاعب عشان يضمه فده اتهام صريح للنادي بالسطوة على اللاعبين هل ده حاصل؟ حاصل ايه؟ ما يقول لنا امثلة اه يعني 2008 تذكر ايه اول مرة سمعنا كلمة ينوقف الزمالي كان وقع الاهلي اه مشكات 2008 تقريبا من اللي قالها؟ عمر خفاج هو مهندس هذه النظرية وكل الناس طلعت من تحت عبيته ايه وهو الراجل ده استدعي القلي عشان يقول الكلام ده احنا ما سمعناهوش من لكن كان بيمارس لكن ما تقلش وش كده هو هتقع لالي ايه هتقع لالي ايه عشان خسر ماتش لا عشان تضرب في قيمه وثوابته لما تيجي تقولي العيلة دي ده ما عندهاش قيم ولا تقليد ولا ثوابت ولا شرف ولا مش عارف ايه هي من طب قول لي مثل واحد حاصل لان الكلمة دي تقالت الفين واربعة اه وجاري وراها كلهم حلوة مهدي حلوة تبرل اي حاجة اي زي الكبري 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 ايه هو حد بيمسك ايدك يخليك تمضي على حاجة انت ما تيجي تقولي صغرات صغرات ايه انت عندك ناس بتعمل صغرات في العود يا انا هاري سود فيه ناس بتعمل عود وسايبة فيها صغرات كل السنين دي نادي بهذا الحجم لا يمكن يكون ده موجود وهو فين ما هو يقولي فين عشان يقولي اصل الزمالك في العادة ده ما عملش هم مش هيقدر يقول كده لا اولا لان ده مش موجود لان كده بيطعن في ناديه ان النادي بحجم الزمالك هيعمل عود فيها صغرات او اي نادي تاني كل اللعبة اللي جات من اسماعيلي بتفاوض و 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 مقابل مقابل ستة اشهر محدش خدته بدري او من اندية هم سبوها بقولهم اللعيبه او احنا زاي شيفلد و 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 العرب القطري بعد اهل جده يعني كل لعيبة واحمد حسن بعد 12 سنة مساب الله والعشر سنين مساب الإسماعيلي يرجع يقولك هذا الكلام هنبي قلوه لأن الناس اللي بتحب تصدقوا هينا نفسها تصدقوا لكن اللي بيفكروا عارفين الكلام ده كذب مش كذب لأ نوع من العبس بالعقول هو مش كذب هو كما يقول لما تيجي تقول لي زي ما حصل في الواقع الفلاني بالضبط في استغلال صغرات في العود زي ايه حتى حتى في نقطة هي علاقة دي بالمبادئ وبعدين يا أخي أنت شايفني ما عنديش مبادئ ما تعملش زي مش تبقى بتحاول تقللني وتقول أنت ما عندكش مبادئ وكل نصيحك مش أنت مش أنت فلات كل زي ما الكولي بيحبه زي ما يقول لك عمله كده الموضوع زاد عن حده وبعدين ده بيقضني بقى وانت بتوجي رسالتك للاستاذ حسين لبيب كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بادر الأهلي وقبل الزيارة وراح مرحبا وروح بابيها ترحيب رائع جدا وأنا قلت سعيدها هذا استقبال تاريخي لكن كان يجب أن يترجم بحجم الحفاوة إلى واقع من يومها شفنا متحدث رسمي بيلقح شفنا عدو مجلس إدارة له أوضيف شبه دائم في أحد البرامج يلقح على الأهلي ويلقح في إيه في سوابته برضو وفي حاجات ما بتحصلش وإنه مش أحسن منظومة وإنه مش عارف إيه إعلام محيط أديك شايف التناقض والتردد وده نموذج يعني مش فرق معا فبيقول غيره بيعمل بس بيعملها بطريقة مدرية أكتر ثم الآن وإحنا نقول للأستاذ عمر الخفاجي لو طلعوا أستاذ عمر الخفاجي اللي كان مسؤول عن التعاقدات بتاعة مع القنوات هو اللي بيعمل الرعاية والآن هو المسؤول عن منظومة الإعلامية في نادي الزمالك نحن نتحدث عنه لأنه بقى بهذه الصفة هل مقبول الآن وإحنا ندعو ونرحب ونحتفي بعصر جديد من العلاقات بيننا بين الزمالك يعدنا إلى العصر الرائع الرائع السابق أن إحنا نجد مسؤولين على هذا المستوى في أعضاء مجلس إدارة في متعدس رسمي في رئيس المنظومة الإعلامية ولا نجد اعتذار ولا حتى توجيه ولا يقول أن هذا رأيه ولا يعبر عن رأينا إلا إذا كان هذا الأمر سنعيشه فطر أطول من كده وفي الحالة دي هل مطلوب مننا أن إحنا نبقى أصحاب الحرص الوحيدين على استمرار هذا الوفاق إحنا لحد الوقت هنظل على هذا ما جبناش على فكرة ولا مرة صرت الزمالك ولا لنا شأن أن نعلق على أحداث وهم لا يتوقفوا إلا يوما عن الحديث عن الله دلقاء أي احنا اتفقنا قبل كده لو كل واحد يتشغل بنفسه الدنيا هتهدأ أي لكن إزاي إزاي إهد أنت ولو فتحت بقك تبقى أنت تسعى إلى التوترات هذا يا جماعة لأقولي الأمر الحريصين على استمرار العلاقة على العقلاء في كل المعسكرات الرياضية أن ترى خطورة استمرار هذا الوضع لأنه مش مقبول ده مش مقبول وما كانش موجود وارجع أقولي العمر خفايا أتحدك يا عمر أنا عارفك هتقولي في سنة هاتلي وقعة واحدة أتحدك ده كلام واضح وصريح جدا الحديث على أنه الأهل بيع يستغل أي صغرات في أي عود قولي هي إيه لكن لو الفهم والأمر واصل للحديث عن أنه في لعب حط شرط جزائي في عقده زي إسلام الشاطر وهي حدثت مرة واحدة إسلام الشاطر الزمالك اشتراه من الإسماعيلي حط في عقده بند أنه يحقله يدفع كذا ويمشي وبعدين مشي ليه راح اتحد جدا لعب سنة رجع مكانش عقده مكان في الزمالك إن أهلي كان قد تقدم وكان قاب قوسين إن يحصل عليه دخل الزمالك للعلاقة الخاصة تم توجيهه إنه لازم تمضي للزمالك أصبر بس علي ما تعدهاش كده بقى أنت استشدت بالواقع الوحيدة فهو رجع راح الزمالك لأن نفسه ما بيلعبش وخدوه عروه للتحاد جدا وثبت أنهم مش محتاجينه وفهموه هذا الكلام هو كان العملية إنك إنت تضيع القلي وإحنا جيبنا الكابتين أحمد رضوان لو تذكر وقتها من القناة كباك رايت فهو فعل عقده وجيه قال أنا عايز أجي نادي القلي وأنا فاحت أمركه خدنا عقده اللي بيقول إيه هي دي صغرة ده أنت بينك وبينه اتفاع اتفاع لي كذا ويمشي طيب ده كان أمر تعقدي واضح وصريح لكن لو الأمر يخص التلميح على وقع الضم القلي لإمام عشور نادي الزمالك بشكل واضح وصريح باع إمام عشور لميتلند الدنماركي ميتلند حبي بيعو الزمالك ما تقدمش اللعب جيه نادي الأهلي فين فين خرق المبادئ المبالغ المبالغ بتلاتة وشوية أيا قال تلاتة من الانضباط نعم انت لهم خمسم تشتريته بمبلغ كبير لو أنت اتخذت فيه مبلغ كبير وده كان مبررة صحيح لكن احنا زاسيم كيس نفس الحالة انت النادي الأهلي تستغنى عن نصر ماهر انتقل إلى مدرن فيوتش النادي حابي ميرجعهوش الزمالك خده هل ده يعني مش نفس الحالة انتصار هل لما النادي الأهلي يستغنى عن عبد الله السعيد وينتقل إلى بيرامدز والزمالك يجيبه من بيرامدز مش ده نفس الوضع هل لما النادي الأهلي يستغنى عن اللاعب بتاعه محمد حمدي ناشئ ابن النادي الأهلي ويسافر يلعب ايضا في اوروبا في كندا ويروح نادي الزمالك يجيبه من كندا لان الاهلي مش عايزه هو انتو ليه عندكو اكتر من ميزان فقط هم عايزين يشوفوا النادي الأهلي فكرة المبادئ والقيم والتقاليد تقيلة على دمهم شوية تقيلة شوية فبيضرب فيها وللأسف ما فيش حد بيقدم واقع حقيقية يمكن مناشتها لكن اللي نقدر نناقشه النهاردة اذا كان الاهلي اخر بطولة حقاها في دولاب كرة القدم اللي الاهلي اعتلب بهذا الرصيد صدارة اندية العالم الاهلي اللي ما هواش احسن منظومة كروية او احسن منظومة رياضية هو النادي الأكثر تتويجا بالبطولات المتنوعة على مستوى العالم يا أستاذ إبراهيم لو طلع حد قالك نجيب محفوظ مش احسن رواقي او دكتور زويل مش احسن عالم انت حرف نفسك انت انت تراه كده شوف نفسك انت اهم منه لكن الواقع ان العالم لن يقلل من القيمة لن يقلل من القيمة عارفين ليه عارفين ليه لانه اذا كان كاس مصر اخر بطولة النادي الأهلي حقاها وكانت على حساب شقيق هزة مالك فمن المصطفة ومن المفارقة الطيبة النهاردة واحنا بنحتفل بالمهندسة عادل القيمة 60 سنة اهلي بيحتفل النادي الاهلي بمرور 100 سنة على اول بطولة في كرة القدم وكانت ايضا في كاس مصر ترجمة نانسي قنقر